أفضل واحد فينا يا رسول الله قال خير الناس أنفعهم للناس يا مش ابن فلان وقلت فلان وابو كان مش عارف كذا لا أبدا خير الناس أنفعهم للناس طيب لو أفضل الناس هو أنفعهم للناس أفضل الأعمال إيه يا رسول الله يوم النبي يقول إيه وأفضل الأعمال صرور تدخله على قلب مرئم مسلم إنك تحمل اللي قدامك على إنه يبتسم إنك أنت تتمتع بالقيم الأخلاقية ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا أراد أنه يبشر به في التوراة والإنجيل كانت أهم صفاته اللي ربنا ركز عليها القيم الأخلاقية يلتقي سيدنا عبد الله بن مسعود مع سيدنا عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر مع سيدنا عبد الله بن عباس فواحد راكب فينزل يقول له ما حملك على هذا بتنزل ليه شوف بقى التربية فيقول له هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا طب يعني يعني شيخ إبراهيم إحنا في الحياة اليومية وفي التصرفاتنا بشكل يومي يعني إزاي إن احنا نحاول نحن نبتعد عن السلوكيات اللي هي مش مطلوبة لأن الناس بتصلي الحمد لله ولكن إزاي نحنا يبقى اليوم مظبوط يبقى صلاة وتصرفات وسلوكيات هقول لحضرتك حاجة حضرك يعني أنا بحييك أشرت المنطقة مهمة جدا إحنا كان عندنا خلل في التربية الخلل ده بيقوم على إيه على إن التدين حقيقته اتنين وخميس إن أنا أصمهم أعمل تلاتين غمرة لكن أشتغل على الشخصية الإيمانية المسلمة ده إحنا أسرنا فيه كتير وده أفرز جيل حتى على مستوى الجماعات اللي بتتدعي التدين من أسوأ الأجيال المعاصرة اللي شهدتها البشرية في منطقتنا الجيل اللي بينتبه للجماعات الدينية ليه؟ هم علموه يصوم كتير ويصلي كتير لكن للأسف حرموه من أعظم نعمة في الإسلام وهي إنه يربي الشخصية المؤمنة الوعية على القيم الأخلاقي يعني ربوهم على الغلزة ربوهم على الفزازة ربوهم على القسوة ولذلك تجد اللي بيقتل بيقتل بدون ما يفكر يعني غسل الدماغ النهاردة إحنا محتاجين نستعيد القيم دي إزاي أن نربي كما رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان سؤالي يعني إزاي نحس ونشجع أبنائنا على يعني مكارم الأخلاق آه التشجيح هنا مش هيجي من حملة تلفزيونية يا جماعة تيجوا النهاردة يبقى عندنا أخلاق لا ده مشروع كبير لازم كلنا نرفع في المجتمع من قيمة القيم الأخلاقية لازم لما نلاقي حد بيعمل عمل كويس نبتدي كإعلام نبتدي نركز عليه زي سيدة القطار اللي البعض دلوقتي بيحاولها لمنطقة سخرية ليه لأنه ما ترباش على الفضيلة ما ترباش على القيمة فكرة الأم البسيطة اللي لا درست في هارفرد ولا راحة جورج تاون ولا تعلمت في جامعة أوروبية لما فطرتها سليم لكن الفطرة لم تدنس بالضبط بحيي فهنا لما بتيجي تخيل هذا العمل الطبيعي اللي المفروض نشوفه في المجتمع لما يحصل له نوع من أنواع أن يبقى